قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني علي محمد نئيني إن الرد الإيراني على اغتيال إسرائيل لإسماعيل هنية قد يأخذ وقتا مشيرا إلى أن إسرائيل تمر الآن بحالة من عدم التوازن وعليها تضوق مرارة انتظار الرد على حد تعبيره وأكد نئيني أن الوقت بيد طهران وأن ردها ليكون تكرارا لعملية الوعد الصادق التي نفذتها في نيسان أبريل الماضي بل سيؤدب إسرائيل هذه المرة بحسب تعبيره قادة القوات المسلحة الإيرانية تقيس أبعد الرد على إسرائيل على أعلى المستويات لاتخاذ القرار الدقيق وسيعملون على تغيير حسابات العدو جيدا الوقت بيد إيران الآن ومن الممكن أن تطول فترة انتظار الرد على الصهاين أن يعيش حالة من القلق وعدم التوازن في انتظار ما ستفعله إيران والمقاومة ومن الممكن أن لا يكون الرد تكرارا للعمليات السابقة هو لا يجب أن ينفسه في العسل